موضوعي هو كيف الله يعمل بحياتنا قدم تحديات ما يبدو مستحيل أنا من الأشخاص الذين يحبوا التكنولوجيا لكن عندي مشكلة إنه ما قدرت أبداً أتعلم استخدام الألعاب الإلكترونية لا بهدف التسلي أو المنافسي ولا قدرت إني برهن لنفسي قدرتي على مواكبة كل جديد فشلت أحبط لبل يأست من المحاولة وما كان عندي صبر كيفي حتى تحقق تقدم الكلمة اللي بتعبر عن موقفي أو الحالة اللي وجهتها هي مستحيل مستحيل كلمة مستحيل بحس بهالأيام الحاضرة ما أنا غريبة عنها صارت ريجي ريجي بأيامنا بسبب الإختبارات الصعبة اللي عم نعيشها ببلدنا وصلنا لحالة من الاستسلام لأوضاعنا ما عدنا عم نشوف بصيص نور قدامنا بيسعفنا حتى نتمسك بالأمل والثقة بأنه تغيير ممكن لكن لابد أنك كمان تعرضت للمستحيل بحياتك الشخصية بظروفك اللي وجهتها استنجدت بالله لكن ما كنت متشجع ولا كنت قادر أنك تختبر عمل الله بحياتك فكنت تتأرجح بين الثقة وعدم اليقين بين الإيمان والشك وكلمة مستحيل كانت عم بتلازمك على شفتيك عند مطلعتنا كلمة الله حول أخبار رجالات الله ونساءه ما بيخفى عنا هذا الواقع اللي بيكشف لنا روح القدس بكل شفافية من الأشخاص اللي بيذكرون العهد القديم إبراهيم ومرأته سارة هالشخصين اللي تعاملوا مع المستحيلات ذروة الاختبار كانت قصة النسل اللي انتظر إبراهيم وسارة أنه يتحقق حسب وعد الله بحياتهم طال الزمن ونفذ صبر إبراهيم فلجأ إلى حلول من تصميمه بتساعده للوصول إلى النتيجة المرجوية لكن الله كان وضع مخطط مختلف فنقرأ بعض المراجع بصفر تكوين أولها الإصحاح 17 وقال الله لإبراهيم ساراي مرأتك لا تدع اسمها ساراي بل اسمها سارة وأباركها وأطيك أيضا منها ابنا أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون فسقط إبراهيم على وجهه وضحكه وقال في قلبه هل يولد لابني مئة سنة؟ وهل تلد سارة؟ وهي بنت تسعين سنة؟ بعدين يكلم الله إبراهيم مجددا بالإصحاح الثامن عشر بهالحدث يجل عنده ثلاث رجال وألولوا أين صار امرأتك؟ فقال ها هي في الخيمة فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لصار امرأتك ابن وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء فضحكت سارة في باطنها قائلة أبعد فناء يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ فقال رب الإبراهيم لماذا ضحكت سارة؟ قائلة أفب الحقيقة ألد وأنا قد شخت هل يستحيل على ربي شيء؟ في المعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لصار ابن فأنكرت سارة قائلة لم أضحك لأنها خافت فقال لا بل ضحكتي الملفت للنظر يا أحبائي هو ردة فعل إبراهيم ومن بعده امرأته سارة هل كانت ردة فعل إبراهيم تختلف عن سارة؟ كلاهما ضحكة بقول الكتاب إبراهيم سقط على وجهه وضحك وكان يفكر في قلبه سائلاً هل يمكن أن نرزق ابناً في هذا السن؟ الجواب الطبيعي عندنا هو مستحيل البعض يعتبر ردة فعل إبراهيم تعبير عن إيمانه على خلاف ردة فعل سارة هل نحن بحاجة أن نحامي عن هذا الرجل الذي يمثل جنسنا البشري الذي يوصل بكثير من الحالات والمواقف إلى طريق مسدود فيقول مستحيل؟ مثل ما نستعمل المثل الدرج لو بدأت شتي كانت غيّمت عم بحكي عن هذا الصراع القائم في دخلنا ما بين الثقة والشك بين تصديق ما يتكلم به الله وموقف ماذا لو؟ ماذا لو أرهب لا يشفيني؟ أو لا يشفي الشخص الذي يحبه؟ من الذي يملك على الله؟ ماذا لو أرهب لا يعمل معجزة؟ ففكر الله غير فكرنا، طرقه غير طرقنا أيضاً ما يلفط النظر هو أن الله لا يعلق على ردة فعل إبراهيم ولا فينا نجزم إذا كان ضحك إبراهيم هو تعبير عن الفرح أو ذاك الصراع بين الإيمان والشك بين ما هو مستحيل وهو مستطاع عند الله لكن الأمر مختلف مع سارة، مثل ما أرينا بالنص فالرجال الثلاثة اللي أتوا إلى بيت إبراهيم اللي بيقول الكتاب كانوا بيمثلوا الله سألوا ليه كانت سارة عم تتحك؟ علماً أني أنا شخصياً بقدر أفهم ضحكتها إمرأة متقدمة بالسن كيف ما بدها تضحك وهي رح تمشي بين النساء ورح ينظر لها باستغراب باعتقادي أنه ردة فعل كهذه هي طبيعية للغاية ضحك نتيجة الحير أو الخجل أو المفاجأة أو حتى عدم تصديق ما سمعته ضحك يشير إلى الشعور بأن الأمر مستحيل لا يمكن أن يحدث لكن المستحيل صار حقيقة كلنا كلنا بدون استثناء من التعامل يومياً مع المستحيلات لأن كل شيء من حولنا يبدو سوداوياً في هذه الأيام ولا شيء نرجوه يبدو ممكناً في ظل الظروف الآنية إنما بولوس يتخذ من إيمان إبراهيم نموذج للإشارة إلى إيماننا بقيامة يسوع المسيح من الأموات فيكلمنا برسالته لأهل رومي الإصحاح الرابع قائلاً كما هو مكتوب إني قد جعلتك أباً لأمم كثيرة أمام الله الذي آمن به الذي يحيي الموت ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أباً لأمم كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك وإذ لم يكن ضعيفاً في الإيمان لم يعتبر جسده وقد صار مماتاً إذ كان ابن نحو مئة سنة ولا مماتية مستودع صار ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله بل تقوى بالإيمان معطياً مجداً لله وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضاً لذلك أيضاً حصب له براً ولكن لم يكتب من أجله وحده أنه حصب له بل من أجلنا نحن أيضاً الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات نعم شهادة إبراهيم تشير إلى ما هو مستحيل في نظر الإنسان لكن غير مستحيل في نظر الله أحبائي المشاهدين المستمعين كيف بهيئنا الله بمواجهة تحديات ما يبدو مستحيلاً؟ ثلاث أفكار أريد أن أشاركم فيها في هذا الصباح أولها الله يعمل للتغيير في القلب الله لا يتعامل مع إيمان معلّب وجاهز إنما يبدأ معنا في خطوات الإيمان الطفولي نحو النمو والتعمق أكثر باختبارات معه لما بد يوصف الروح القدس علاءة إنسان مؤمن بالله يقول لنا أن الإنسان يسير مع الله مثل ما كان الحال مع إبراهيم وصار إبراهيم مع الله أو كذلك أخنوخ قبله صار أخنوخ مع الله رحلة عمر من نزهة قصيرة رحلة حياة عاش أخنوخ مع الله وقضته إلى بيت الله الأبدي حياة أخنوخ كحياة إبراهيم أو أي رجل أو إمرأة مؤمنين في الرب مليئة بالاختبارات بالأيام الحلوة والأيام المهرة بالنجاحات وبالسقطات في الفرح والحزن لما فقت ابني من سنوات عديدة بحادث سير شعرت بأنه أنا خسرت كل حياتي كل فرحة وكأني لن أستطيع أنه أتغلب على خسارتي لإله لكن الرب عنده طريقته معنا بيتعامل معنا حتى نكتشف أنه اللي بيظهر لإلنا مستحيل بيتحول مع الوقت إلى ممكن كيف؟ الله يعمل في قلبنا شيئا فشيئا حتى مثل ما إذا نظرنا لقمة جبل هملايا ومن فكر أنه مستحيل أنه نوصل للقمة الله بيمسك بإيدنا ونصعد خطوي خطوي حتى نصل ونثق أن ما يبدو مستحيلا يتحقق كم من مهر أحتاج إبراهيم تأكيد من الله على أنه وعده بنسل من ذريته لا رجوع عنه كم من مهر أكد له الله أنه لن يتخلى عن برنامجه لمستقبله وما يبدو مستحيلا سيتحقق برغم من غلازة قلب إبراهيم وفهمه البطيء استمر الله في العمل في قلبه حتى يدرك أن لا شيء يمنع الله من تحقيق غايته هو بحط الخطة لأنه إله المستحيلات هكي يعمل الله بقلبي وبقلبك مهما طال الوقت حتى ننتقل من الإيمان المتعثر إلى الثقة المطلقة بقدرة الله على المستحيلات وهذا هدف رب حياتنا حتى نحن بهالتغيير يكون لنا تأثير على الدائرة اللي نحن عايشين فيها على الناس اللي حولنا هذا التأثير ينطلق من عمل في قلوبنا عمل التغيير بواسط اختبارات متتالي حتى نصل إلى موقف دهشي لاللي بيقدر يعمله الله فينا ومعنا ومعنا حينئذ بصير معنا مثل إبراهيم نسقط أمامه ونضحق غير مشككين غير مشككين بقدرته لكن معبرين عن فرحنا الذي لا يوصف لأنه الله صانع معجزات ولا يستحيل عليه أمر تاني عمل بيشتغلوا الله بحياتنا هو الانكسار أنا شخصياً مني خبير بالأحصني أو الركوبة لكن حبيت أني أجمع بعض المعلومات عنها وكيفية ترويضة ترويض الحصان كما يقال بالانجليزية ترويض الحصان أو كسره ما بيعني إذيته إنما تهيئته تكون نافع بخدمة الإنسان أو لبلوغ الهدف المعدل ترويض الحصان للركوب عليه ليس لازم يتم قبل بلوغه السنتين أو الثلاثة وإلا تسبب ذلك بأذى لمفاصله يبدو لي أنه الإنسان المؤمن يحتاج إلى الترويض على مراحل ورب طويل البال معنا طويل البال معنا وينتظر حتى نصير حاضرين لذاك الترويض حتى ننكسر قدامه وحتى نتعلم أشياء جديدة لم ينتهي الأمر مع إبراهيم بولادة إصحاق ابنه من سارة كان عليه أنه يواجه امتحان صعب للغاية لما أخذ ابنه ليقدمه ذبيحة على الجبل هذا الإبن الذي انتظره طويلا والذي طلب معجزة إلهية هل يتخلى عنه في تلك اللحظة؟ هل يخسر إبراهيم ابن الموعد الذي بواسطه ستتبارك جميع أمم الأرض؟ هل يكون الإختبار الثاني له مبنيا على الإختبار الأول؟ أحبائي لو تأملنا بإختبارات حياتنا كثير أوقاته منفصل ما بين إختبار وآخر ومنواجه نفس حالة الشك وعدم اليقين مجددا طرويدنا يتطلب مننا الإنكسار والإنكسار لا يعني فقدان الثقة بالنفس لبل على العكس لما أنا بنكسر قدام الله تترسخ ثئتي بنفسي أكثر لأنه ببنيا على أسس متينة مثل الشخص اللي حكي عنه يسوع بنى بيته على الصخر ومهما اشتدت الرياح وعصفت بالبيت لا يسقط أبدا لا تخاف لا تخاف أنك توصل مع الله إلى وضعية الإنكسار الكلي لما يكون هو وراء هذا الإختبار كان عندي أنا الصراع لما كنت صغير كي بدي أتعلم السباحة كان يسيطر علي الخوف من الغرق كنت برفض أني اتواجد بالأماكن العميقة محل اللي ما بتطال رجليا قعر المسبح ولما كنت عم حاول ساعد نفسي كنت أسير الخوف إلى أنه صديق ساعدني وقال لي ما تخاف أنا بحملك لما بشعر أنك أنت عم تغرأ أنا برفعك وكان لابد لي أني أنا انكسر حتى اترك ثقة بنفسي وحط ثقتي بهالصديق اللي ساعدني أني فوش على الماء الله بيقودنا للإنكسار وهو عم بيعمل بحياتنا حتى نوصل لنهاية الحبل ونترك هالحبل تنسقط بين ذراعيه ونتعلم أنه دايما بيحملنا بيقلنا بالأنجيل أنه من بعد ما يسوع كلم الشعب اللي فاق عدده الخمس تلاف صار مساء والناس جاعت فينها تخيل وتخيل أنت معي كمان النساء والأولاد والصغار عم بيتذمر ويمكن في بيناتهم أولاد صغار عم بيبكوا نحن الوعاظ ومنطلع يوم الأحد على الناس ولما منطول بالوعظة منبلش نحس الجوع عم بيسيطر أكتر ومنفقد الحضور معنا يمكن لازم يكون في عنا ناس يقول لنا الناس جاعوا خلينا نبعثهم على البيت هيك صار مع يسوع التلميذ قالوا له الناس جاع خلينا نبعثهم على البيت صار يا مساء ويسوع يتحديهم يقول لهم أنتم طعمون نحن ما نحن معنا أكل لحالنا شايفوا أن هذا الأمر مستحيل ما يريدون أن يعملوا يسوع بواسط سمكتان وخمسة أرغفة يطعم الجموع وبيفضل عنهم 12 سل الانكسار هو أسلوب الله بترويضنا تيقودنا إلى خطوات إيمانية بقدرته في وسط الأزمات والصعوبات وأنا أكيد أنه اليوم كل واحد منا عنده خوف مسيطر عليه ما في إلا أن ننكسر بثقة قدام الله ونعرف أنه في الوقت اللي فيه واقع صعب جدا إلا أن الرب ما رح يتركنا أثرت فيي قصة أخت مؤمنة رح تشتغراض للبيت ولقيت صنف اللي عادة تستخدمه على حرف أخذت كل الموجودات من معلبات من هالصنف بالذات وبعدين مرأت إمرأة من حدها وقالت لها ما بقى فيه من هالصنف قالت لها لا وشالت من سلتها علبة وعطت إياها وقالت لها أنا بدي شاركك بها العلبة هاي مشكل واحد يعمل هيك نحنا بنعرف أنه الناس تتهافت على السوبر ماركت بتاخد كل شيء بأنانية بتخاف لكن الرب يعلمنا بالانكسار نتخطى خوفنا والكنيسة تتعلم والمؤمنين يتعلموا أنه نحنا فينا نشارك ونعطي دون خوف لأن الله جدير بالثقة ثالث وآخر شيء رب يحفزنا على خطوة إيمان هو وعن يعلمنا بالاختبار ما من بعد اختبار معجزة الخمس تلاف هل يعطي يسوع تلاميذه واستراحة أبدا نحن بالحياة مننتقل من اختبار للتاني لما منحس هلأ صار وقت الاستراحة منكتشف أنه ما في راحة من اختبار إلى آخر من أزمي إلى أخرى هل حدث تغيير كافي بقلوب تلميس تيتأهلوا للمهم الملقاط على عاطقهم تيتمموا بقالي رب عم بعدون لقلوب من بعد ما أطعم يسوع هذا العدد الكبير من الناس ذهب إلى جبل ليصلي أما التلميذ ركبوا السفينة عبروا بحر الجليل مثل ما أوصاهم وبعدين يقول لإنجيل حسب مرقص لما صار المساء كانت السفينة في وسط البحر وهو على البر وحده ورآهم معذبين في الجذف لأن ريح كانت ضدهم ونحو الهزيع الرابع من الليل أتاهم ماشيا على البحر فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه خيالا فصرخوا صرخوا من الخوف أما هو فقال لهم ثقوا أنا هو لا تخافوا بالعدد 52 يعود مرقص تحت يكشف لأن العلاءة بين هذا الاختبار وما حصل سابقا فقال للتلميذ أو عبر عن ذلك بالقول لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة هذه حالتي قلب غليظ بده وقته يتعلم بده اختبار تلوي الاختبار تيفهم ثقوا متى بانجيله بيستعمل كلمة تشجعوا كما هو يضيف متى رغبة بطرس أنه يمشي لعند يسوع يمشي على الماء ما يقول له يسوع لا ما تخاطر بالعكس بيشجعوا بيقول له تعال تعم شي على الماء دهر بإيمانك بيعطيه تحفيز خطوة مثل هايدي أخوتي بتطلب مني ومنك أنه نتأكد أولا أنه شايفين يسوع قدامنا اللي بنرغب أن نكون معه بكل الظروف من ثم علينا أن نثق بأنه إذا أمرنا أن نمشي فوق الماء نستطيع وينما كنت وإنت عم تستمع لكلمة رب بيقول لك إذا كنت عم بتواجه مشاكل وتعقدات كثيرة واستسلمت من بعد ما سيطر عليك الخوف والفزع يسوع تشجع ثق ثقي بيوسعك وبيوسعك أنه تمشي فوق الماء لكن عليك أولا أن تخرج من السفينة إذا كنت أمام تحديات حياة الإيمان مع يسوع ثق تشجع ذكر يا صديقي أن يسوع بيتعامل معك ومعي ونحن مشابهين للتلميذ اللي وصفهم مرؤوس لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة لكن يسوع لم يأس ثلاث سنين ونص لم يأس من تلاميذه وهو أيضا لم يأس مني ومنك فهو مستمر بتغيير قلوبنا وترويدنا تنوصل للمرحلة اللي بحفزنا فيها تنقول مثل بطرس مرني أن أتي إليك على الماء حتى بهذاك الإختبار اللي فشل فيه بطرس وببادئ يغرق امتدت يد يسوع عميقاً وانت شلته من الماء فتشجع تشجع بهالصباح لأنه يسوع ما رح يتركك ويتركك حتى لو وصلنا كلنا لحالة الضعف لأنه مع كل الإختبار جديد نتعلم منه أنه بين السماوي وربنا يسوع المسيح هو إله المستحيلات ولا يستحيل عليه أمر إبراهيم صار أباً لأمم كثيرة لأنه آمن بقدرة الله أن يعطيه نسلة من بعد ما فأت كل أمل تحول ضحك إبراهيم إلى فرح لأنه رب شكل قلبه فانكسر مدركاً أن الله جدير بالثقة وسلم له بالإيمان فأنا أدعوك اليوم حتى تسمع عيونك على يسوع وتثبت إيمانك فيه فهو إلى فوق المستحيلات يسوع لا يتخلى عنك ولا يتخلى عني بخطته لحياتك وحياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر